اهلا بكم افاد مراسل الجزيرة بتجدد الغارات الروسية على رفي ادلب وحلب وسط معارك بين المعارضة والنظام واضاف مراسلنا ان رتلا عسكريا تركيا جديدا دخل الى ادلب وكان مراسل الجزيرة قد قال ان مدنيا قتل في قصف مدفعي لقوات النظام استهدف مدينة الدين بريف ادلب واعلنت قوات النظام السوري مقتل عدد من جنودها في قصف صاروخي استهدف تجمعات في بلدة النيرب بريف ادلب وورم الكبرى غربي حلب كما شنت مقاتلات روسية غارات على منطقة اريحة بريف ادلب ومنطقة الاتارب بريف حلب الغربي وقد دخل رتل عسكري تركي من الحدود السورية الى محافظة ادلب يضم ثمانين آلية بما فيها دبابات وراجمات صواريخ قالت مفوضية الام المتحدة لحقوق الانسان انها وثقت نحو ثلاثمائة قتيل خلال احدث هجوم كبير للحكومة السورية في حلب وادلب ودعت المفوضية في مؤتمر صحفي الحكومة السورية وحلفائها لفتح ممرات انسانية في مناطق الصراع للسماح للمدنيين بمرور آمن من جهة اخرى قالت المنظمة ان اكثر من مائة وخمسين الف سوري نزحوا خلال الايام الاخيرة نحو الحدود التركية جراء هجمات نظام الاسد وروسيا على منطقة خفض التصعيد في ادلب وقال المتحدث باسم المفوضية ان قصف مستشفيين هي افعال ترقى لجرائم حرب واضف ان كثافة الهجمات على المستشفيات والمدارس تشير الى استحالة ان تكون الهجمات عرضية للمزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الدكتور سمير صالحة استاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية ورحوا به كم ينضم الينا عبر سكايب من عمان اللواء دكتور فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي ورحوا به ايضا وانضم الينا من موسكو المحالي السياسي اندريه اونتيكوف وابدأ مع السيد سمير صالحة دكتور سمير صالحة الى اين وصلت المفاوضات السياسية بين تركيا وروسيا حول ما يحدث في الشمال السوري نعم مساء الخير للجميع حسب الاجواء في انقرة والمعلومات انه اربع جولات من الحوار التركي الروسي جولتين في انقرة وجولتين في موسكو لم تصل حتى الان الى اي نتيجة بالاتفاهم حول الصيغة جديدة بين الطرفين في موضوع ادلب وزير الخارجية التركي مونو تشاوش اولو في الساعات الاخيرة كان قد قال انه اذا فشلت هذه الجولات وهذا الحوار فسيترك الامر الى احتمال عقد قمة ثنائية تركية روسية مسألة التفاهم التركي الروسي برأيه صعبة للغاية لكن مسألة عدم التفاهم ستكون اصعب بكثير على الطرفين نعم دكتور ساميس صاحة هناك من يتحدث عن احتمالات هناك البعض تحدث عن احتمال ان تدخل روسيا الحرب مستندا الى الارتالي العسكرية والى رفع القوة الاستعداد التركي هل توافق على هذا الاحتمال يعني انا السيناريو الاقرب والاحتمال الاقرب بالنسبة اليه هو انه اذا وصلت المحادثات التركية الروسية لطريق مزدود المواجهة ستكون حتمية بين القوات التركية وقوات النظام لا اظن اطلاقا انه روسيا ستدخل في مواجهة باتجاه العمل العسكري يقف الى جانب النظام صحيح انه روسيا الان هي التي تخطط هي التي تدير وهي التي تنفذ مباشرة على الارض سياسيا وعسكريا نيابة عن النظام لكن هي ايضا استأخذ حسابات خط الرجعة في اي خطوة تصعيدية مع انقرة باتجاه المواجهة العسكرية المباشرة دكتور سامير صالحة هناك من يقول ان ما تواجهه تركيا في الشمال السوري تحديدا والموقف الروسي هو مرتبط بمواقف اخرى ربما مواقف اقليمية لدول بينها وبين تركيا يعني عدم تفاهم ومرتبط بما يحدث بين روسيا وبين تركيا في ليبيا هل تذهب الى ان هذا مرتبط بذلك؟ يعني نحن دائما في تحليلاتنا راهنا على سياسة براجماتية واقعية عملية مرنة في الديبلوماسية التركية والديبلوماسية الروسية لكن انا اتفق معك نعم اليوم امام هذا التعقيد في المشهد يبدو انه كثير من الملفات الثنائية الاقليمية تؤثر شئنا اما ابينا على التطورات في ادلب لكن الان هذا التأثير ينبغي ان يقبل من قبل الجانبين التركي والروسي لان ارتداداته كما قلنا ستكون مكلفة بالنسبة للطرفين هل تختار موسكو النظام وحساباتها في سوريا الضيقة ام ستختار علاقاتها الاستراتيجية الاقليمية الواسعة المتعددة للجوانب مع انقرة دكتور سامير صاحة ايضا هناك من يريد هناك من يقول بانه هناك قوات تريد ان تدفع الوضع الداخلي التركي الى الغليان بسبب احتمالين دخول الاتراك الحرب ضد النظام السوري او بسبب الهجرة او نزوح الجماعي في عدم التصدي للنظام من قبل ثلاثة مليون تقريبا من السوريين في ادلب يعني في اكثر من حقيقة موجودة هي انه اكثر من طرف محلي واقليمي الان يعني ليس فقط ان تقع المواجهة العسكرية بين القوات التركية وقوات النظام بل هو يريد ايضا ان تقع المواجهة بين روسيا وتركيا في سوريا تحديدا الان كل هذا التنصيق كل هذا التقارب والانفتاح نعم بتركيا ايضا في داخل التركيا ايضا هنا كمان يناقشه باستمرار اليوم كان فيه كتابات لأقلام مقربة من حزب العدالة والتنمية في السلطة كانت ايضا تركز على اهمية حماية مسار العلاقات التركية الروسية لانه الجميع يعرف انه الانفجار التركي الروسي في سوريا سيكون موجع كما قلت لك نقطة اخيرة جاب على السؤال الان روسيا لماذا دعمت النظام فتحت الطريق امامه بهذا الشكل الواسع لماذا ضربت بتفاهمات سوشي بكل هذا يعني برغم كل هذا التنصيق التركي الروسي اسئلة حتى الان انقرة لم تحصل على اجابات واضحة بشأنها من موسكو برأيه نعم شكرا لك الدكتور سامير صالحة وستاذ القانون الدول العام والعلاقات الدولية على وجودك معنا انضم الينا ايضا او اذهب الى ضيفي الدكتور لواء فايز الدويري للتعليق على الاحداث الميدانية العسكرية دكتور فايز الدويري استمعت الى ضيفي يحل الامر سياسيا وبالتالي ما يحدث في الشمال السوري الان النظام السوري سيطر على حلب سيطر على الطريق الدولي ام فايف وبالتالي وهناك تقدم فيما يخص قرى محيطة بحلب تقريبا اكثر من 25 قرية وما زال القصف مستمر كيف ترى الاوضاع ميدانية يا سيدي انا تحدثت تقريبا قبل ثلاث اسابيع وقلت اي محل يتمعن في خارطة العمليات ومآلاتها سيصل الى قراءة وكانت قراءتي قبل ثلاث اسابيع ان النظام يسعى جاهدا تحت مقولة اتفاقية سوشي بمرتكزاتها الثلاث سيسعى للسيطرة على طريق الام فايف ومن ثم طريق الام فور وسيسعى للسيطرة على الريف الجنوب الغربي والغربي والشمال الغربي لمدينة حلب من اجل غايتين الغاية الاولى قطع طرق الامداد القادمة من تركيا والامر الاخر والاهم وهو فصل ريف حلب الغربي والجنوب الغربي عن ادلب وجعل ادلب على شكل كنتون معزول محاصر اشبه ما يكون بغزة هذا الكلام تحدثت به منذ ثلاثة اسابيع لكن الان لا نستطيع ان نفصل بين المستوى السياسي والمستوى العملياتي في المستوى السياسي هناك نحن امام لعبة شد حبل او ما يسمى لعبة عض الاصابع ما بين تركيا وما بين روسيا روسيا من حيث السياق الاستراتيجي تحدث الرئيس بوتين ولافروف مرارا وتكرارا منذ سبتمبر 2015 عن ضرورة سيطرة النظام على كامل الجغرافيا السورية وما دون ذلك هو اجراءات تكتيكية حتى مناطق خضل التصعيد هي اجراء مرحلي طرحت روسيا في استنى اربعة وبدأت بالقضم المتدرج ولا تزال تمارس نفس الوضع الان بعد وضع تركيا في الزاوية بدأ التصعيد التركي والتصعيد التركي بالمستوى السياسي الرئيس اردوغان اعطى النظام مهل حتى نهاية شهر شباط للعودة الى ما كانت عليه خصوص التماسي سيادة لو ارجو ان تبقى معي سنستكمل هذا لكنك ذكرت انت وضيفي الدكتور سمير صلحة نقطة خاصة بموقف روسيا ولذلك اذهب الى ضيفي المحل السياسي انتيكوف سيد انتيكوف هناك علاقات بين تركيا وبين روسيا فيما يخص الغاز فيما يخص بعض القضايا الاقليمية لماذا لا تأخذ روسيا موقفا لتوقف تقدم النظام حتى لا تسبب مشكلة لتركيا وهي نزوح ثلاثة مليون سوري الى تركيا بسببا واضح تماما المشاريع الاقتصادية المشتركة هو الامر وما يحصل في سوريا هو الامر مختلف تماما يعني لا يعني بان روسيا ستتجاهل المصالحها في سوريا والمصالح والمبادئ الروسية هي واضحة تماما هي عودة كل المناطق السورية تحت سيطرة السلطات السورية وانا أود أن أذكر بان عندما تم تشكيل المناطق خفض التوطر نتيجة التفاهمات فيها والاتفاقيات في أسطان روسيا تعرضت لكثير من الاتهامات بأنها بهذه الاتفاقيات عن طريق هذه الاتفاقيات تشكل الظروف لتقسيم سوريا وكما شاهدنا خلال هذه السنوات الأخيرة الأمر مختلف تماما يعني على كل حال مناطق خفض التوطر تهدف فقط إلى تشكيل الظروف لبدل الحوار سيد أنتكوفي أنت تتحدث وتقول أن روسيا ستريد أن تحرر كامل التراب السوري من المعارضة سؤال هل روسيا وضعت حل لمشكلة اللاجئين والنازحين والمتحدة تتحدث عن مليون نازح خلال الشهر الماضي أنا أعتقد أن بهذه المسألة كل المسؤولية تقع على الجانب التركي لماذا؟ لأن تواصلنا مع الجانب التركي إلى الانتفاقيات في سوتي والانتفاقيات في سوتي كان بين القوسين الانتفاقيات الإضافية لما تواصلنا إليه في وسطنا حول مناطق خفض التوطر والانتفاق في سوتي كان ينص على أو كان يفرض السيناريو السلمي لتعامل مع ما يحصل في إدن بتحرير طريق M4 و M5 تشكيل منطقة منزوة السلاح يعني وفصل ما بين المعطلين والإرهابيين لم يتم ذلك حتى الآن فلذلك الصبر لدى روسيا موجود ولكن الصبر ينتهي فانتقلنا إلى السيناريو العسكري ولكن كل المسؤولية على ذلك تقع على الجانب التركي بسبب أن السيناريو السلمي كان على طاولة ولكن لم يستعمل الجانب التركي هذا السيناريو للأسف الشديد شكرا سيد أندري أنتوكيوف المحلل السياسي الروسي وأدب إلى الدكتور فايز دويري سيد اللواء استماعت إلى ضيف يتحدث ويتحدث بصيغة تركنا الحل السريم وذهبنا للحل العسكري وبالتالي المواجهة ستكون يعني الآن تركيا تواجه روسيا في هذه المنطقة يعني ضيفك الكريم يقول فعلنا وفعلنا وكأنه حضو في الاستخبارات الروسية وألقى باللوم على تركيا ولكن دعني للحقيقة وكمحل المحايد أقول نعم المرتكزات التي أشار لها ضيفك الثلاث خرقت روسيا وليس تركيا وكنت أتمنى أن يكون ويسمع حديثي أولا منطقة المنطقة العازلة 20 كيلومتر في الأقرة في أسطنة أربعة إذا كان قرأ ذلك على جانبي خط التماس وعادت تركيا ونقضت وجعلتها من جانب المعارضة الأمر الآخر حرية العبور واستخدام الطرق وليس السيطرة العسكرية عليها وهذا النص والأمر الثالث تسليم الأسلحة الثقيلة من هيئة تحرير الشام ودعني أقول لو أن تركيا قامت وكان لديها القدرة على فعل ذلك لأوقفت روسيا لأن هيئة تحرير الشام هي عبارة عن مسمار جوحة تستغل لمقولة محاربة الإرهاب أخي دعني أشير لك ما جرى عسكريا في منطقة ريف حلب الغربي وفي منطقة ريف إدلب الشرقي سلمت البلدات تسليم أنا مسؤول عن كلامي سلمتها هيئة تحرير الشام سلمت معارة النعمان سلمت سراقب سلمت أورم الكبرى سلمتها تسليم سحبت الأسلحة الثقيلة قبل أيام بحجة الصيانة هيئة تحرير الشام وأتحمل مسؤولية كلامي أمام التاريخ متواطئة مع روسيا ومع النظام وهي مسمار جوحة تستغل تحت مقولة محاربة الإرهاب الآن العلاقة الروسية قلت لك هي شد حبل أو عض أصابع ولكن كلاهما يبقي على شعرة بوعاوي لأن أي خطأ ميداني يحدث قد يقضي إلى ما لا يمكن السيطرة عليه نعم اللواء فايز أدويري الخبير العسكري والاستراتيجي أشكرك شكرا جزيلا تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأبن يساعد طفلته على مواجهة الخوف من أصوات قصف النظام السوري بالضحك متابع ستطلع قزيفي هلق سمعي سمعي كي أطلعت هلق 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 بدا تطب تطبي؟ 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 تطبي يا طيارة ما كحسين تطبي علينا هلق بطبي؟ تطبي؟ 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 سأنا ضحك كي أطلعت أرحب بضيفي من نريف إدلب صاحب المقطع المصور عبد الله محمد وابنته التي ظارت معه الجميلة الطفلة سلوى أبو سلوى أهلا وسهلا بك وتحية لسلوى أهلا وسهلا بك استاذ يعني فكرة فكرة سيد عبد الله فكرة أن تأخذ الخوف وتجعل منه ضحك لسلوى وأن تسليها في هذا الفيديو أبو سلوى أبو سلوى هلق الفكرة أنا أجتني من سنتين تقريبا عند كان في أوقات أعياد يعني كان العيد الفطر في كان أطفال عبيلعبوا بالألعاب النارية في طفل شغل من هاي الألعاب النارية انفجرت البنت خافت يومها أنا شلت البنت فورا وأخدتها على البلكون فرجيت أنه دول أولاد عبيلعبوا طبعا هي يومها شافت أنه هذول الأولاد فعلا عبيلعبوا وهذا صوت الانفجار الطليع هو لعبي هلا أنا فورا خطرت لي الفكرة فورا خطرت لي الفكرة وقلت له أنه خلص هذول الأولاد عادي بعد كم يوم ضربت الطيارة فأنا فورا استغلت هاي الموضوع أنه هي اقتنعت أنه هذول الأولاد عبيلعبوا فقلت له لا تخاف يا أبو هذول الأولاد عبيلعبوا وهذا الصوت ما بيبكي هذا الصوت بيضحك نعم. أبو سلوة كانت صغيري. هلق هي سلوة كبرت شوي. فصارت تقريبا تفهم انه طيارة وقذيفة. بس مع ذلك هي ضلت انه هاي الصوت الضربي خلص تربت على هذا الموضوع. انه هي لازم تضحك. ما لازم تبكي. يعني الموضوع النفسي عندها كان حافز كتير كبير هاي هذا الشي. أبو سلوة. هلق هي كلمة مثلا تضرب الطيارة. نعم. نعم. أبو سلوة يعني يدون احنا صهرنا سلوة يعني قبل ما تنام منا. أرجو ان انت تكلمها لنا تخليها تتكلم يعني تسألها لنا بتخاف من القذيفة بتخاف من من الطيارة. خليها تتكلم معنا. بابا بابا انت بتخاف من الطيارة. بتخاف من الطيارة. لأ ايه. لأ ايه. لأ ايه. طيب يا بابا عندي تضرب الطيارة اش بتسوي انت. اش بتسوي عند تضرب الطيارة. طيب. اه. طيب. حكي يا امه. اه. سلوة. اهلا. مرحبا بيك يا سلوة. كيفك? سلوة. الحمد الله. الحمد الله. بتخاف من الطيارة? لا. لا. ما بتخافش من الطيارة. طيب. عاوزين ضحكة. عاوزين ضحكة جميلة. ايه. كيف تضحكي? يلا. شو? شو نضحكي عنديش الطيارة? شو نضحكي? لا اقوى اقوى اقوى. اقوى. شو نضحكي عنديش الطيارة? هلا. استاذ انا بوجه رسالي. بوجه رسالي لكل حدع بيشوفنا. نحن صرنا في منطقة شبه مخنوقة يعني. كنا بسراقب نحن قبل ما يجي الاحتلال الروسي واحتلال بشار الاسد. كان في عنا خيارات نطلع على مكان هون نطلع لهون. هلا نحن صرنا في منطقة ضيقة جدا. الخيارات صفت شبه معدومي. يعني اي حدا عب يشوفنا في قلبه شوي الضمير وانساني عب بحكي على حدا من الاصحاب الامر والحل والربط. ما ومشان نحن خلص حياتنا خربت. بس مشان نحن حيات هاي الاطفال. يعني نحن هاي الحيات الاطفال. نحن الاطفال بدنا يكملوا حياتهم. يتعلموا يدرسوا. ما ضل في عنا سقف نحن طلع طموحات. طموحات ما ضل عنا. نحن ضل عنا بس هدول الولاد. ما يضل في فوقهم قصفوا طيران. ويتعلموا. نعم. ويعيشوا حيات هادئة. نعم. فقط لا غير هاي سقف مطالبنا. نعم. يعني ابو سلوى يعني يريد تخلي سلوى يعني تقول كلمة. لو يحفظه شيء. لو انت حضرك تقدر تخليها تتكلم. يعني يعني خلاص قرب بتنام يعني. ايه. بتاعي. اش بك تقلينا لعمو. على التلفزيون. اه. شلون بتعمل الطيارة. يعني تغني غني اغنية تقول حاجة. اه. اه. السيصان بتاعي تغني السيصان. بتاعي شوفي عمو. بدي يعني تغني السيصان حطك. اه. يلا. هلا ما كنا عم نغنية. يا سلوى. والله هي اللي اقشوف الوقت متأخر شوي. اه. نعم. فصرنا ساعة تقريبا عم نحاول خليها ما تنام. نعم. ايه. اسمع يا عمو. غلص. اسمع يا عمو عبي حكيكي. نعم. طيب. ناست ناست. او ابو سلوى يعني مش عاوزين نثقل عليها. لكن اوضاع الاطفال السوريين. يعني. يعني ربما قضية سلوى او ضحكة سلوى. يعني تلقي الضوء على الاطفال السوريين. يعني البعض يعني بيكلم اطفال في المخيمات. اطفال خارج المدارس. اطفال فقدوا آباهم وامهاتهم. ما هي اوضاع الاطفال السوريين؟ والله هلأ ليك اكتر اكتر شي هو بيحزن وبيأسه هي الاطفال. صراحة يعني. هلأ شوف اللي عنده طفل بيفهم كلامي. اللي ما عنده طفل بجوز ما كتير يفهم كلامي. بس صارنا تسع سنين تقريبا من بيطلع الاعلام صور اطفال عبتموت. صور اطفال بالمخيمات. صور يعني فيه عالم يعني فيه عالم تتعاطف معنا. وفيه عالم بتشوفه صار خبر عادي جدا يعني جدا جدا. بس هي كارسي. يعني تخيل انه فيه اطفال صابوا مثلا مرض سكري. تمام؟ من الخوف. اطفال. مثلا اطفال من ورا ضرب الطيارة من الخوف ماتوا. مثلا صابوا حالي نفسي وماتوا. فيه كتير يعني امثلي على كلامي. ما بعرف اشو. يعني انا يمكن تسع سنين خلاص نحكى كل شي وشبه يعني خلص الحكي يعني. نعم. ما بقى يعني الحكي صار كتير وصار واضح للجميع يعني. شكرا عبد الله محمد وخالص التحية لك ولأسرتك ولسلوى تحديدا. ونتمنى دائما ان نرى ضحكتها. وشكرا جزيلا. واسفين اذا كنا صهرناها. شكرا جزيلا لسلوى الطفلة الجميلة السورية المبتسمة. رغم القصف ورغم التاران والقنابل. المسائية مستمرة وبعد قليل باقي فقراتنا وفيها. رئيس كتلة اليكوت في الكنيسة يقول ان نتنياهو يدرس انظيم رحلات حج الى السعودي.